فريق من العلماء اكتشف أنواع لم يسبق لها مثيل من الكريستال بخباقة في حبيبات صغيرة من غبار نايزك محفوظ جيدا خلف الغبار صخرة فضائية ضخمة انفجرت في روسيا قبل تسع سنوات وفي 15 فبراير 2013 دخل كوايكب بيبلع قطره 18 متر وزنه 12125 طن دخل الغلاف الجوي الأرضي وانفجر النيزك على بعد 23 و300 متر 23 كيلو و300 متر فوق مدينة تشيالي بانسك جنوب روسيا وادى لاغراق المنطقة المحيطة بالنيازك الصغير في الدراسة الجديدة حلل الباحثون بعض الأجزاء الصغيرة من الصخور الفضائية اللي تركت بعد انفجار النيزك المعروفة باسم طبعا غبار النيزك عثر العلماء بقى على أنواع جديدة من البلورات أثناء فحصهم لبقع من الغبار تحت مجهر قياسي بعد تحليله بهذا المجهر الإلكتروني الأكتر قوة وجد العلماء مزيد من البلورات وقاموا بفحصها بتفاصيل أكبر وكشف كمان العلماء في هذه الدراسة عن أصداف شبه الكروية وقطبان سوداسية شبه كروية وكلاهم خصائص شكلية فريدة كشف التحليل الإضافي باستخدام الأشعة السينية أن البلورات تتكون من طبقات من الجرافت وشكل من الكربون مصنوع من صفائح متدخلة من الذرات بيشيع استخدامها في أقلام الرصاص بتحيط بمجموعة نانونية مركزية في قلب البلورة بعيداً عن كل هذه المصطلحات العلمية لكن هي بالتأكيد هتكون بلورات غالية الثمن ترجمة نانسي قنقر